السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء متابعي قناة بتاع عربي اسعد الله اوقاتكم بكل الخير معاكم مستر عمر حفني وفي حلقة النهاردة بنكمل حل القطع النحو من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين سنتان يعدادي الترمي التامي وصلنا مع بعض للسؤال للرقم ستة القطعة بتقول الناس سلاسة رجال الناس مبتدأ سلاسة دي الخبر سلاسة رجال دي تمييز التلاتة وتمييز التلاتة جامعة مجرور يبقى رجال نعرفها تمييز مجرور وعلامة جر الكسر رجل يصنع التاريخ ورجل صنعته الشدائد من اللي صنعته الشدائد تبقى فاعل فاعل مرفع وعلامة رفع الضم ورجل يصنعه غيره فمن انت من بين هؤلاء فالطامحون مبتدأ مرفع بالواو يسعون دي خبر خبر جملة فعلية فعلى مضارع مرفع وعلامة رفع ثبوت النون يسعون للنجاح وكم من رجل هنا تمييزها ابيه حرف جر يبقى على طول خبرية كم من رجل جبان تكاسل فلا يسعى لا هنا نافية والنافية ما بتقصرش في عرب الفعل المضارع يبقى يسعى فعل مضارع مرفع وعلامة رفع الضم فلا يسعى لهدف منشود هدف منشود ناكرة وناكرة وصفنا الهدف بانه منشود تبقى نعت لهدف اللي محرف جر يبقى هدف دي مجرورة يبقى منشود هتقلدها نعت مجرور وعلامة جر الكسر في حياتي جر ومجرورة اعربنا الاستخراج عايزين فعل مجرد ونقول نوعه سلاسي ولا رباعي وفعل مزيد ونقول حروف الزيادة نشوف الافعالات اللي في القطعة يصنع صنعة لا ده مجرد ومجرد نوعه سلاسي ورجل صنعته اللي هي صنعة برضو مجرد يصنع صنعة الطمحون يسعون اللي هي ساعه ساعة ده مجرد برضو وكم من رجل تكاسل اه تكاسل ده ماضي وفيه حرفين زيادهم الالف والتا يبقى نقول له تكاسلة مزيد بحرفين الحرفين اللي هو التا والالف تلاتة كام وبين نوعها كام من رجل قبل تميزها حرف جر بقى على طول خبرية فعل مبني المبني الماضي او الامر ملاقيتش يبقى مضارع اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد هلاقي عند الماضي او الامر اهو صنعة صنعة ده ماضي ونعريبه فعل الماضي مبني على الفتح الماضي بشكل اخره صنعة مبني على الفتح جيم تخير الصواب في مكتبتي من الروايات نقول بقى ثمان ولا ثمانية يعزي ان نكتب تمانية من الروايات في هنا فاصل الرواية مؤنس يبقى التمانية هتخالف تبقى مذكر يبقى هنشيل المؤنس هنشيل ثمانية وفي مكتبة جر ومجرور ده هنا اعرافها مبتدأ مؤخر مرفوع يبقى نشيل المنصوبة طب نقول ثمان ولا ثماني ده هنا نكرة ومرفوعة وفي فاصل اهو يبقى نقول ثمان بنحزف الياء امتى لو كان نكرة ومرفوع او نكرة ومجرور والمعدود مؤنس وبيفصل ما بينهم فاصل زي مان كده ثمان من الروايات بكم قبل كم حرف جر يبقى على طول استفهامية وفي الحالة دي ينفع اقول بكم جنيهن يكون مجرور واقول بكم جنيهن ويكون منصوب دي صح ودي صح طب اختار ايه نشوف جنيهن صح ايه وصح جنيهات جمع لا جمع لا مرفوع لا يبقى صح هنا اقول بكم جنيهن اشتريت الكتاب ثلاثة نكشف عن استفادة فادة يستفيد يبقى في مادة فيادة دال واحد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سلاس وستين تلاتة وستين عايزين نكمل بتمييز سنة تمييز الستين مفرد منصوب يبقى نقول عن سلاس وستين سنة اكمل بتمييز مع ضبطي خلاص اتنين زين الكلمتين ترجمة ترجمة ترباع مجرد فعلالة ونزود التقى المربوطة يبقى ترجمة على وزن فعلالة وسمة الماضي وسامة وسمة على وزن فعلاء نحزف الواو يبقى سمة ونزود التقى المربوطة يبقى عيلة يبقى ترجمة فعلالة وسمة عيلة تلاتة فاز سبعتاشر رجل تمييز السبعتاشر مفرد منصوب تبقى رجولا وتسعة سيدات تمييز التسعة جامعة مجرور سيدات بجوائز الدولة طيب نرجع تاني بقى السبعتاشر رجل مذكر السبعة تخالف يبقى سبعة العشرة هتوافق يبقى عشر يبقى نقول فازة سبعة عشرة رجولا وتسعة سيدات السيدة دي مؤنس التسعة هتخالف تبقى مذكر يبقى تسعة وتسعة سيدات استبدل بالعددات حروف عربية وضبط التمييز ضبطنا خلص. السؤال السابع القطعة بتقول كم من طلاب. قبل تميزها حرف جر يبقى خبرية. يبقى مجرور. يبقى كم من طلاب. فقدوا. ده فعل ماضي. مبني على الضم. فقدوا. او بشكل اخره. بيبنى على الضم لو اتصلت بيه هو الجماعة. يبقى فقدوا فعل ماضي مبني على الضم. الاتصال بي هو الجماعة. وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. فقدوا انفسهم. دي مفعول به. ما تنفعش هنا توقيت لاننا ما ينفعش جيلها من الجملة. هنا مفعول به منصوب الفتحة. والضمير في محل جر مضافي ليه? بسبب اضاعتهم وقتهم. فيا طالب العلم احرص على وقتك. لتكون اللي هي كانة اللام دي لامة التعليل تكون فعلا مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة. فين اسم تكون ضمير مستطر تقديروه انت? يبقى ذا دي خبر تكون. وخبر تكون منصوب. بس هنا اسماء خمسة تنصب بالالف. خبر تكون منصوب وعلامة نصب الالف. لانه اسم من الاسماء الخمسة. تكون ذا مكانة مضاف ليه? سامية نعت في المستقبل. وتحيا سعيدا. اه تحيا دي الفعل. الفاعل ضمير مستطر تقدروه انت. كيف تحيا? اجابة سؤال كيف? كيف تحيا? سعيدا. تبقى حال. حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. واستسمر وقتك في عمل نافع. لان الانسان انا حرف ناسخ الانسان اسم انا منصوب. لان الانسان سيسأل. يسأل. ده فعلا مبني المجهول. سيسأل عن كل دقيقة. بل. بل ده حرف عاطف. كل دي اسمه مجرور. عن كل. ودقيقة مضاف ليه مجرور? دقيقة. بل ثانية. معطوف على دقيقة. معطوف مجرور. معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة. عن كل دقيقة بل ثانية اضاعها في اللهو واللعب. اعربنا. عايزين نستخرج. با. بين نوع كم الواردة في العبارة. واعرب الاسم الواقع بعدها. فين كم? اهو كم من طلاب. فين الاسم اللي بعدها? اكيد مش من. من ده حرف جر. يبقى طلاب. عايزين نعرب طلاب. تكامل خبرية. تمييزها بيكون جامعة مجرورة اهو. او مفرد مجرور. هعربه تمييز مجرور وعلامة جر الكسرة. جيم استخرج فعل مزيد بحرف. وازجره. اذجر الحرف. وفعل مزيد بتلات حروف. وازجر تلات حروف. وفعل مجرد. نشوف الافعال اللي في القطعة. لازم الاول يجيب الماضي. كم من طلاب? فقدوا. الماضي فقد. شير الضمير. فقدا. لا ده مجرد. فقدوا انفسهم فيطى احرص. الماضي حرصة. برضو مجرد. لتكون كان. برضو مجرد. تحيا حيا. برضو مجرد. استثمر. استثمر. اه ده مزيد بتلات حروف. استثمر. استثمر لانه سيسأل الماضي سأل. لا ده مجرد. عن كل دقيقة اضاعها اضاعة. اضاعة مزيد بحرف اللي هو اضاعة. يبقى مزيد بحرف هقول له اضاعة. مزيد بالهمزة. ومزيد بتلات حروف استثمره. مزيد بالف سنتاء. وفي المجرد عند كتير اقول له مسلا اخرص اللي هو حرصة. ده زن كلمتين. بعثرة. بعثرة على وزن فعللة. وفيه تقى مربوطة زيادة. يبقى بعثرة على وزن فعللة. مشاركة من شاركة شاركة لها فعلة. ونزود حروف الزيادة مشاركة مفاعلة. السؤال اللي بعد كده رقم ها. نكشف في المعجم عن كلمة سماء. سما يسمو. سماوة. يبقى سين ميم واو. واو. صحح الخطأ فيما يلي. وضع خطا تحت ما صححته. ماشي. انتم اكثر علم? لا دي تمييز. تبقى علما. يبقى انتم اكثر. علما. دي تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح. اتنين. قرأته. سلاس عشر كتابا. تمييز التلاتاشر مفرد منصوب. صح. طيب التلاتة الكتاب مذكر. التلاتة هتخالف. تبقى سلاسة. يبقى دي غلط. والعشرة هتوافق يبقى عشر زي ما هي. يبقى التصويب في كلمة سلاسة. او القرأته سلاسة عشرة كتابا. تلاتة اشتريت اثنية عشرة قصة. اشترى للماضي. التلاتة الفاعل. ماذا اشتريت? مفردت كل مفعول بيه منصوب. تنصب باليا. نقول اثني ولا اثنتي? هنا القصة مؤنس. يبقى اثنتي. متنفحش اثني. اثني دي مع المذاكر. يبقى اثنتي. والعشرة هتوافق. تبقى زي ما هي. يبقى التصوب هنا في اثني. هقول اشتريت اثنتي عشرة قصة. السؤال التامن القطعة بتقول اللغة العربية. اللغة مبتدة. العربية دي نعت. ما لها اللغة? لغة. يبقى دي خبر. يبقى لغة دي خبر مرفعه على ما ترفعوا الضمة. لغة ساطعة دي نعت. ساطعة البيان. يبقى نحط ضمة واحدة. لانها مضافة. البيان مضافة ليه? ساطعة البيان. كم كلمة? هنا كلمة مفرد. وانا مش عارف هي منصوبة ولا مجرورة. علشان اقول استفهمية ولا خبرية. طيب ابدأ اقرأ كده. كم كلمة فيها جامعة. وكم اسلوب رائع. يبقى دي كم كلمة. طالما خبرية يبقى مفرد مجرور. يبقى كلمة هقول تمييز كم? تمييز مجرور وعلامة جر الكسرة. كم كلمة فيها جامعة. وكم اسلوب رائع. اسلوب برضو تمييز مجرور وعلامة جر الكسرة. ورائع دي نعت. ان تقارنها بغيرها من اللغات فلن تجد ما يماثلها بيانا. يماثلها بيانا دي تمييز برضو. تمييز منصوب. فاللغة اللاتينية عاشت عايزين نكتب بقى ستة قرون دي نكتبها ازاي? تمييز الستة يا جامعة مجرور. يبقى قرون. والقرن مذكر. قرن واحد يبقى مذكر. يبقى الستة هنخالف. نقول ستة. ستة قرون. ستة قرون ثم ماتت. واللغات الاوروبية لا يتجاوز اطولها عمرا الف عام. لا دي هنا نافية. مش هتأثر في الفعل المضارع. يتجاوزوا فعل مضارع مرفعوا عليهم مترافعوا الضمة. اطولها عمرا. عمرا برضو تمييز. تمييز منصوب. الف عام. وعام برضو تمييز. تمييز العدد. الف عام. تمييز مجرور. احنا كده اعربنا. نستخرج بقى فعل مجرد. ونقول هو سلاسي ولا رباعي. وبرضو فعل مزيد بحرفين. وحدد حروف الزيادة. نشوف كده المجرد والمزيد. عندنا انت قارن. قارن. لا ده مزيد. وتجد. المضي وجد. ده مجرد. وعندنا عاشة. عاشة. عاشة ده مجرد. وعندنا يتجاوز تجاوزة. ده مزيد. يبقى في المجرد. هنقول له مثلا تجد. الماضي وجد ده. وده نوع سلاسي. تمييز منصوب. اهو يتجاوز اطولها عمرا. يبقى هنا عمرا. ده تمييز منصوب. وهنا المميز ملحوظ. او اقول له مثلا تمييز كم. عندنا كم كلمة. كم اسلوب. وهيكون ملفوظ. فعل مزيد بحرفين. احنا قلنا يتجاوز الماضي تجاوزة. اصلها جاوزة. يبقى مزيد بحرفين اللي هو الالف والتا. اسم مبني. ادور على ضمير. اسم اشارة. اسم موصول. اسم شرط. اسم استفهام. بعض الظروف. عندنا اسم شرط اهو. ان. اداة الشرط. يبقى دي اسم مبني. اي ضمير متصل. اقول له مثلا الها في تقارنها. او اقول له اسم الشرط اللي هو ان. جيم. اجب بما هو مطلوب امام كل عبارة. اللغة اللاتينية عاشت ستة القرون. اكتب العدد. القرن مزكر. هنقول ستة. ستة قرون. اتنين من كم سنة وجدت اللغات الاوروبية? تميز كم? ترمى كم? قبلها حرف جر. يبقى على طول استفهامي. وحضط لك علامة استفهام. بس لو قبلها حرف جر. هنا سنة. ينفع يكون منصوب سانة وينفع يكون مجرور سانتين. لان قبلها حرف جر. يبقى في الحالة دي ينفع يكون منصوب وينفع يكون مجرور. يجب النصب? لا مش واجب. جائز. يجب الجر? لا. يجوز ايوه يجوز نصبه وجره ايوه الاتنين دل صح. يجب الرفع لا. ده لزن كلمة تجد. تجد الماضي واجد. واجد على وزن فاعلة. اللي محزوف اول حرف الواو. نحزف في صدور فا. يبقى جد عل. وعندنا التا. يبقى تجد على وزن تعل. يبقى نقول له تجد على وزن تعل. في اي مادة تكشف في المعجم عن كلمة رائع في مادة را وعا. روعة. يبقى في مادة روعة. السؤال اللي بعد كده رقم تسعة. القطعة بتقول الناس نوعان. الناس مبتدأ مرفع علامة رفع الضمة. نوعان دي خبر مرفع علامة رفع الالف لانه مثنى. منهم من يصنع الطموح واخر يصنعه الطموح. الطموح هو لا يصنعه. تبقى فاعل. فاعل مرفع علامة رفع الضمة. هنا الاعراب اختياري. واحد كلمة الطموح تعرب. احنا قلنا فاعل. فاعل مرفع علامة رفع الضمة. الطموح الاولى يصنع هو الطموح مفعول به. انما التانية يصنعه الطموح الهاء في محل نصب مفعول به. والطموح دي الفاعل. وكم من انسان قبل التمييز حرف جر. تبقى خبرية. كم من انسان صنع لنفسه. ماذا صنع? تاريخا. تبقى مفعول به. كلمة تاريخا تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفاتحة تاريخا عظيما نعت في اقل من عشرين سنة عشرين دلعدد وسنة عشرين سنة تمييز العشرين مفرد منصوب ومنهم الفاشل الجملة كان اصلها الفاشل منهم دي مبتدأ مؤخر يبقى نعريبها مبتدأ مؤخر مرفوع اهو كلمة الفاشل تعرب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضم الفاشل الذي يخبر غيره انه عظيم ان حرف ناسخ الها اسمها عظيم خبر انه وهو ليس بعظيم خلاص احنا اعربنا الاستخراج فعل مجرد وفعل مزيد نشوف الافعال اللي في القطعة يصنع صنع ده مجرد يصنعه برضو صنع ده مجرد وعندنا يخبر الماضي اخبار لا ده مزيد مزيد بحرف يبقى نقول له هنا في المجرد نقول له مثلا صنعه وفي المزيد نقول يخبر اللي هو اخباره مزيد بحرف كم يبين نوعها كم من انسان قبل تمييزها حرف جر يبقى على طول خبرية تمييز عندنا انسان تمييز كم وعندنا سنة تمييز العدد نقول له سنة تمييز العدد تمييز منصوبة علامة نصب الفتح جيم حضرت نقاط من الطبيبات الطبيبات ده مؤنس جامعة مؤنس عايزين نكتب تمانية طالما مؤنس التمانية هتخالف تبقى مزكر يبقى هنلغي المؤنس سمانية طيب هنا اعرابها ايه من اللي حضر التمانية دي فاعل مرفوع يبقى نلغي المنصوبة طالما والمعدود مؤنس. وفي فاصل كده بنحذف الياء لو كان ناكر ومرفوع او ناكر ومجرور. نقول حضرة ثمان من الطبيبات. دال سمى واستفادة. زين الاولى نوزن كلمة سمى. الماضي وسما على وزن فعلة. نحذف الواو سطها الفاء. يبقى سمى على وزن عيلة. يبقى نقول له سمى على وزن عيلة. طب استفادة اكشف عن الثانية في المعجم. استفادة فادة يفيد يبقى في مادة فا يادة. يبقى سمى على وزن عيلة. ونكشف عن استفادة في مادة فا يادة. السؤال بعد كده السؤال عاشر. القطع بتقول يسعى الى التفوق من اللي بيسعى? اهو المجتهد. دي الفاعل. هو اللي بيسعى. فاعل مرفعه على المترفعه الضمة. وكم انسان? طيب هنا انسان منصوبة ولا مجرورة? لو منصوبة كان نحط الالف بتاع التنوين انسانا تبقى مجرورة. كم انسان تبقى كم خبرية? وكم انسان يبتغي النجاح في حياته. فالمجتهد اشد حرصا. حرصا دي تمييز. تمييز منصوب وعلامة النصب والفتحة. تمييز ملحوظ. اشد حرصا على ان يستفيد ان بتنصب. يبقى استفيد فيه على مدرع منصوب. ان يستفيد من العلم. لماذا? اه اجابت سؤال لماذا? رغبة. رغبة املا حرصا مفعول الاجلا. مفعول الاجلا منصوب والعلامة نصب والفتحة. رغبة في تحقيق النجاح. وعلى كل اللي بعد كل مضاف اليه? على كل طالب يبقى طالب مضاف اليه مجرور وعلامة جار الكاسرة. وعلى كل طالب يسعى للنجاح ان يبذل فعلا مضارع منصوب. ان يبذل هو جهده مفعول به منصوب. وهو متفائل دي حال جملة اسمية. الواو هو الحال. هو مبتدأ متفائل خبر. والجملة الاسمية في محل نص بحال. اعربنا. نستخرج بفعل مجرد. ونبين نوعه. سلاسي ولا رباعي. فعل مزيد بحرفين. فعل مزيد بتلت حروف. نشوف الافعالية في القطعة. يسعى الماضي ساعة ده مجرد. ومجرد تلت حروف يبقى مجرد سلاسي. وكم انسان يبتغي. يبتغي الماضي ابتغى. او ده مزيد بحرفين. يبقى نقول له ابتغى او يبتغي مزيد بحرفين اللي هو الالف والتا. طب فعل مزيد بتلت حروف فالمجتهد اشد يستفيد الماضي ايه? استفادة ايوه مزيد بثلاث حروف. يبقى يستفيد الماضي استفادة مزيد بالالف والسين والتان. كم وبين نوعها? عندنا كم انسان? ونوعها ايه? انسان دي مجرورة يبقى على طول خبرية. نعرف تميزها اللي هو كلمة انسان هنعرفه تميز مجرور وعلامة جر الكسرة. وعرفنا انها خبرية لان انسان شكلها مجرور مش منصوبة. خمسة. خال وبين نوعها. عندنا في القطعة هو هو متفائل. الوضع هو الحال. ونوع الحال هنا حال جملة اسمية. جملة اسمية في محل نص بحال. جيم قرأته سبعة وعشرين كتب. تميز السبعة وعشرين مفرد منصوب. دي هتبقى كتابا. طب الكتاب مذكر السبعة تخالف يبقى سبعة. طب عشرون ولا عشرين? دي منصوبة. قرأته قرأة الفعل التالي فاعل. سبعة مفعول بها منصوب. هتبقى معطف منصوب. يبقى نقول له عشرين. يبقى قرأته سبعة. لان الكتاب مذكر. سبعة وعشرين معطف منصوب وكتابا لأنها تميز منصوب وعلامة نصب الفتحة مفرد منصوب ده الاكشف في المعجم عن كلمة يبتغي الماضي ابتغى بغى يبقى في مادة بغية وزنها يبتغي يفتعل ها تكرم المدرسة عددا من المتفوقين كل عام عند التعبير عن معنى الجملة السابقة باستخدام كامل استفهمية كامل استفهمية تميزها مفرد منصوب كام متفوقين ما تنفعش مفرد مجرور كام متفوق ما تنفعش كام متفوقا ايوة تنفع كام متفوقا تكرمه المدرسة ايوة دي صح دي استفهمية كام من متفوق قبل تميزها حرف جر تبقى خبرية يبقى الاستفهمية لازم يكون تميزها مفرد منصوب وبيجي مفرد مجرور في حالة واحدة لو كان قبلها قبل كام حرف جر ونكتفي بهذا القطر في كل حلقة بنحل خمس قطع وفي الحلقات اللي جاية هنكمل بمشاعة الله تعالى لايك للفيديو شاير الفيديو لصحابك عشان استفادوا لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا السلام عليكم وبركاته